معلم تفجير هنا أكثر من 85 شخصا بين قتيل وجريح في مناطق سيطرة مسلحي الجيش الوطني التابع لتركيا في ريفي حلب الشمالي والشرقي خلال 24 ساعة مدن الباب وعفرين وعزاز في ريفي حلب شهدت ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة إضافة إلى اغتيالات طالت قادة أمنيين وعسكريين تابعين لفصائل مسلحة من درع الفرات مشهد بات شبهات يدي فلتن أمني عاجزت الفصائل المسيطرة عن ضبطه فيما اتهمت أنقرة مسلحي حزب العمال الكردستاني بالوقوف خلف ما يجري رافعة عصى التهديد بدفن عناصر الحزب الذين وصفتهم بالإرهابيين أعتقد أن زيادة العمليات الإرهابية والتفجيرات وعمليات القتل المتبادلة ما بين الفصائل المتناحرة في مناطق سيطرة تركيا تعود يمكن أن نقسمها إلى شقين الشق الأول هو ما ادعى التركيا أنه تتحمل مسؤولية هذه التفجيرات وهذه العمليات لأغتيال قسد وما يسمى بقايا داعش اتهام حزب العمال الكردستاني لا يبرئ ساحة الفصائل المسيطرة على المنطقة فالمشهد الأمني في مناطق درع الفرات اليوم يذكر بصراع الجماعات المسلحة في كل من إدلب ومناطق سيطرتها سابقا في درعى ومحيط العاصمة دمشق وحمص في موضوع الصراعات بين قادة الفصائل المسلحة والصراعات إن كان على المعابر أو على السروة بسبب يعني انعدام الإرادات المالية أو نقص التوريدات الخارجية لهذه المجموعات وما بين اتهام تركيا لحزب العمال الكردستاني وصراع الفصائل بحثا عن مكاسب على الأرض يقضي السوريون في منطقة عجزة أنقرة عن تثبيت أمنها فلتان أمني في منطقة تصفها أنقرة بالمحررة ويتقاذف أطرف السيطرة فيها الاتهامات بين من يوجه إصبعه إلى مسلحي البكيكا وآخر يستخدم داعش شماعة للتغطية على صراعات داخلية جل من يقضي فيها من المدنيين رضا الباشا حلب الميدين